حقق يوفنتس الإيطالي فوزا كبيرا على مضيفه بارشلونة بثلاثة أهداف من دون رد في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدور أبطال أوروبا وتقدم يوفنتس بهدفين في الشوط الأول وجاء الأول بتوقيع البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في مضاعف وستن ماكيني النتيجة في دقيقة العشرين وفي الدقيقة الثانية والخمسين أضاف كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء الهدف الثالث للضيوف على ملعب كامبنو لتنتهي المباراة بفوز الإيطاليين وبهذه النتيجة رفع يوفنتس رصيده إلى 15 نقطة مقتنسا الصدارة من بارشلونة الذي تراجع إلى المركز الثاني بالعدد نفسه من النقاط بدأ الدور الممتاز للكرة الطائرة في نسخة الخمسة والخمسين منافسات موسمي الرياضي 2020-2021 بإقامة مباراتين جمعت الأولى حامل اللقب نادي الكويت مع الجهراء والثانية القادسية مع العربي وشهدت المباراة الافتتاحية فوز الكويت على الجهراء بثلاثة أشواط بعد تفوقه بالمستوى والأداء وفرض سيطرته الكاملة في المباراة وجاءت نتيجة الأشواط وفي اللقاء الثاني تمكن نادي القادسية من الفوز على نظره العربي بعد تأخر القادسية بشوط استطاع قلب الطاولة على العربي والفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط